رصدت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال بالتنسيق مع سلطة الأراضي مبلغ مليار و 400 مليون شيكل لبناء 20 ألف وحدة استيطانية وتطوير البنية التحتية وبناء فنادق ومناطق تجارية وصناعية في مدينة القدس المحتلة ستون خبيرا في تخطيط المدن عملوا على مدار سنوات وأعدوا بإحكام لما يسمى بمخطط 20-50 والذي يقضي ببناء 58 ألف وحدة استيطانية ضمن مشروع القدس الكبرى من بينها 20 ألف وجد الاحتلال لها مكانا كمستوطنة إيوان القاتلة التي تغلق مدينة القدس من الناحية الشرقية ويستوجب لأجلها إزالة عرب الجهالين من منطقة الخان الأحمر بالإضافة لمستوطنة جديدة سيتم إنشاؤها ما بين مستوطنة جيلو المستعمرة لأراضي بيت صفافة وبين جبل أبو غنيم وهي منطقة وقف مسيحي إسلامي مشترك هذه المستوطنة تدعى قفعات هاماتوس نحن أمام مستوطنات جديدة وأمام مستوطنات سوف يتم توسعها يعني جميع المستوطنات في الشطر الشرقي من مدينة القدس سوف تكبر وتكبر ويتم تسمينها حتى أن معالي أدوميم سوف تصبح مع إيوان مع راماتشكول كلها مستوطنة واحدة متصلة ببعضها البعض وبالتالي يحاط بالقدس من جميع الجهات وتغلق من الأربع جهات تماما ببحر من الاستيطان والمستوطنين من مخاطره ومخرجاته أن يستحيل تقسيم المدينة ويستحيل أن يكون هناك 18% كما يحلم الفلسطينيون من مجموع مساحة القدس عاصمة عتيدة للدولة الفلسطينية الوليدة قرار بناء 20 ألف وحدة بالتأكيد جاء عقب إقرار قانون القومية اليهودية والذي ينسجم معه أيضا وعد ترامب بأن أرشليم عاصمة الشعب اليهودية بمعنى أن لكل يهودي في العالم حق في هذه الأرض عملية تغيير المشهد بشكل كامل السيطرة على كل المواقع الأراضي الفاضي الفارغة اليوم من البناء العربي وأيضا تم تخصيص تقريبا 2 مليار شكل لعملية تسجيل الأراضي وعملية نقل الملكيات من نقليات من ملكية خاصة فلسطينية لملكيات إسرائيلية أملاك دولة بحجة إقامة المناطق المؤسسات العامة هي قلب الميزان الديمغرافي للصالح الإسرائيلي وإخراج كل السكان الفلسطينيين من داخل ميدا القدس وجعل هؤلاء السكان ضمن مناطق إكس يسمح للفلسطيني الدخول لمدينة القدس لكن ليس له أي أمتيازات في هذه المدينة وأمام هذه المرحلة المفصلية لا يوجد حل أمام القيادة الفلسطينية سوى بأن تسحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التعامل بأوسلو كليا وأن تكون في حل من كل الالتزامات من القدس المحتل زين صندوق رؤيا